اشتركوا في القناة المجلس ردود الحكومة على عشرين مقترح برغبة مقدم من السادة النواب عشرون مقترحا برغبة ناقش مجلس النواب ردود الحكومة عليها باستفاضة والتي شملت العديد من المجالات الخدمية والقانونية والتي كانت موضع نقاش وتبادل للآراء حول تطويرها بما يخدم المواطن تعديل مواصفات مشروع مزايا ومشروع مسألة الصيادين وصياد الربيان وقضايا اخرى تتعلق بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية والتوظيف والبحرنة هذه خطائق جوهرية يتكلم عنها كل النواب والذين يمثلون الشعب واعتقد ان احنا كنا نتمنى ايضا انا كرئيس للجلسة كنت اتمنى ردود اكثر يعني وضوحا من قبل السلطة التنفيذية وبالفعل احنا يعني نعول في الفترة القادمة على سرعة تجاوب الحكومة مع سرعة وجدية ايضا تجاوب الحكومة مع هذه المطالب لانها في النهاية المطالب في مطالب شعبية ولا تستقيم المسيرة التنموية في البلاد الا بهذا التعاون والتكامل بين السلطتين اعضاء المجلس ركزوا خلال مناقشتهم ردود الحكومة على ضرورة وضع اهلية وطنية تبحث وتقيم مخرجات التعليم مقارنة مع احتياجات سوق العمل يمكن الاكثر كان عن موضوع ان توجد هناك خطة وطنية او لجنة وطنية توجه الطلبة اليوم طلبة المدارس الى التخصصات اللي يحتاجها سوق العمل الاسباب تعود الى وجود لجنة البحرنة الوظائف لما اطلعنا على ارقام العاطلين شفنا انها اعداد كبيرة من نفس التخصصات قادرت مقترح بخصص انشاء لجنة ما بين التربية والتعليم ووزارة العمل لكي تكون تشرف على طليبي خرجين ثنوي وتوجههم التوجيه الصحيح لسوق العمل تقدمنا بهذا المقترح نظرا لها بعد استراتيجي جدا لان احنا في الفترة الماضية هناك بعض التخصصات صار فيها تكدس مثل القانون والعلم الاجتماعي الى اخرى لان نريد ان يتكرر هذا السيناريو ملفات عديدة ومقترحات متنوعة تنتظرها قاعة المجلس بعضها ينتظر رد الحكومة الموقرة والاخر على موعد مع جدول اعمال النقاش وتبادل الارائي في الجلسات المقبلة عشرون مقترحا برغبة نوقشت ردود الحكومة عليها في الجلسة الاولى للنواب في دور الانعقاد الثاني دار معظمها حول تطوير وتحسين بعض الخدمات الحكومية لتكون موائمة بشكل اكبر وخصوصا فيما يتعلق بشأن الخدمات الاسكانية احياء العمر لمركز الاخبار تلفزيون البحر ترجمة نانسي قنقر